الولايات المتحدة ستحقق أهدافها المتعلقة بالإنبعاثات بحلول 2030 دفعة كبيرة لمؤتمر المناخ وترقب أكبر صاحب حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن فالولايات المتحدة أقرت خططاً داخلية للوفاء بتعاقداتها في مؤتمر باريس بخفض الإنبعاثات الولايات المتحدة قدمت مليارات من الدولارات والتمويل والمشاريع حول تغير المناخ هناك وقت الآن لأننا نأخذ الإجراءات اللازمة ونقدم المساعدة اللازمة وهذا ليس فقط المساعدة المالية ولكن أيضاً المساعدة التكنية والتكنولوجية ولذلك نحن نلتلع إلى كل هذه المفاوضات ومناقشات هنا في شرم الشيخ حول هذه المبادرات المشاركة الأمريكية جاءت ضمن مستويات سياسية وديبلوماسية مختلفة حرصت على تأكيد أهمية التكاتف العالمي وقيام كل بدوره من أجل وقف التدهور المناخي وهو ملاقة رحيباً كبيراً رغم بعض التشكيك في الوفاء بالتعهدات أظن أنها تفتح صفحة جديدة من التفاعل الأمريكي مع قضايا البيئة وقضايا المناخ وأيضاً تتشين لمجموعة من الشراكات الهامة مع الدولة المصرية ومع قارة أفريقيا والعديد من النقاط الجادة والمضيئة في كلمة الرئيس الأمريكي الخاصة بتعهدات الحد من الإنبعاثات الكربونية وغيرها من الملوثات على مستوى الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالم وتسعى قمة المناخ الحالية التي تنعقد تحت عنوان معاً من أجل التنفيذ للوصول بالنقاشات الجارية بين الأطراف والدول المختلفة إلى أهداف محققة للخروج بنتائج تصب في تحقيق أهداف وقف الاحترار العالمي والحد من الكوارث المناخية وخسائرها أظهر الاهتمام الأمريكي بكوب 27 وفق خبراء إدراكاً لما وصلت إليه قضية المناخ من مرحلة حرجة ورغم التعهدات المالية الجريدة والخطط الطموحة نحو اقتصاد أخضر يظل هدف إنقاذ الكوكب بعيداً ما لم يتم لالتزام الدولي بالتنفيذ سيما وأن تحقيق التعهدات السابقة لا يزال أقل كثيراً من المأمول من مدينة شرم الشيخ هاشم مناع الحرة